بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبنائي وبناتي تلاميذ الصف الخامس ابتدائي في درس جديد من دروس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن شاء الله هنحل مع بعضينا مراجعة المحور الثالث بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد المفردات اكتب وايه قارن اكتب جملة لكل من أزواج العبارات التالية لتشرح الرابط بينهما اللي بيربط اللي اتنين يعني ما بعد ثم قارن بين جملك وجمل زميل لك يعني هنكتب جملة بحيث نشوف ايه اللي بيربط اللي اتنين مع بعض يعني المواطنة الرقمية والمسئولية الاجتماعية إذن المواطنة الرقمية والمسئولية الاجتماعية عايزين نعرف ايه الرابط بينهما طبعا احنا عارفين ان المواطنة الرقمية والمسئولية الاجتماعية من الممكن استخدام الانترنت في مساعدة الاخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحل بعض القضايا الاجتماعية يعني اهنا ممكن نستخدم الانترنت عشان دي طبعا كده هو تسمى المواطنة ايه الرقمية عشان نحل بعض القضايا ايه القضايا الاجتماعية ودي اسمها المسئولية الاجتماعية ده بالنسبة للرابط او بين المواطنة الرقمية والمسئولية الاجتماعية رقم اثنين محركات البحث المتخصصة والمعلومات الوصفية طبعا احنا عارفين ان محركات البحث او محرك البحث بيعرف على انه برنامج بيقوم بالبحث عن المستندات الموجودة على الانترنت وكمان يستخدم محرك البحث الكلمات الوصفية يبقى إذن اللي بيربط المعلمات الوصفية بمحركات البحث المتخصصة الكلمات الوصفية بيستخدمها محرك البحث أو يستخدم محرك البحث الكلمات الوصفية رئيسية محددة وبعد ذلك يقوم محرك البحث بإظهار النتائج المتعلقة بهذه الكلمات يعني إيه الكلام دوت يعني محرك البحث ده برنامج بيقوم بالبحث عن المستندات الموجودة على الإنترنت طيب احنا بنستخدم محرك البحث وبنستخدم في محرك البحث الكلمات الوصفية بمعنى ايه بمعنى ان انا مثلا هتكلم عن حرب السادس من اكتوبر يبقى اذا هتكلم عن حرب السادس من اكتوبر من ناحية ايه بالظبط مثلا من قائد حرب السادس من اكتوبر هلاقي محرك البحث بيستخدم هذه الكلمات الوصفية او اللي هي ايه قائد حرب السادس من اكتوبر ويبتدي يظهر لي النتائج المتعلقة بهذه الكلمات رقم 3 التعليقات والتقييمات وإعلانات الفيديو العلاقة أو الرابط بينهما التعليقات والتقييمات إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على معلومات حول منتج ما وطريقة أخرى وهي الإعلانات ويمكن موقع الويب الحصول على معلومات حول المواقع اللي أنت بتزورها لوضع إعلانات تتطابق مع اهتماماتك يعني لو أنت بتبحث عن منتج معين هتلاقي أن مواقع الويب بتحصل على هذه المعلومات وتضع إعلانات تتطابق مع اهتماماتك وممكن كمان عند كتابتك تعليقا أو تقييمك لفيديو معين أو اهتمامك بمنتج معين بيظهر لك إعلانات عن ايه عن المنتج الذي تهتم به أسئلة المراجعة اتنين اقرأ وايه وأجب واحد اكتب عبارة عن كيفية اتباع المواطنة الرقمية والمسئولية الاجتماعية عايزين عبارة عن كيفية اتباع المواطنة الرقمية والمسئولية الاجتماعية يبقى إذا أنا قوله ايه ممكن اكتب له اقوله استخدام الانترنت اللي هي ايه اللي هي اتباع المواطنة ايه الرقمية في علاج مشكلة اجتماعية اللي هي طبعا دي والمسئولية الاجتماعية يبقا دي عبارة عن كيفية اتباع المواطنة الرقمية والمسئولة الاجتماعية استخدام الانترنت في علاج مشكلة اجتماعية السؤال رقم اثنين كيف يمكنك ان تكون متيقزا عند اختيار موقع الالكتروني تزورها او متجر عبر الانترنت تشتري منه يعني انا ازاي اكون منتبها ومتيقز لما ادخل على موقع الالكتروني ازوره او ممكن متجر عبر الانترنت ممكن اشتري ايه اشتري منه اعمل ايه الاحظ حاجة ان في الجزء السفلي من المواقع الالكترونية يوجد بعض البيانات التي تظهر عبارة حقوق النشر وشعار الموقع يعني مش اي موقع انا ادخله تمام كده وكمان في معلومات الاتصال بالموقع وايقونات وسائل التواصل الاجتماعي يعني نلاقي مثلا الواتساب في ايقونات في هذا الموقع كل هذا بيحدد لك ان الموقع موثوكا ايه موثوكا به يبقى اذا انا لما اجي ادخل على اي موقع الالكتروني اكون ايه متيقزا لكل هذه ايه هذه الحاجات اللي هي حقوق اللي ايه حقوق النشر شعر الموقع معلومات الاتصال والمواقع وايقونات وسائل التواصل ايه الاجتماعي وده طبعا كل الحاجات دي بيحدد لي ان الموقع دوت موثوك ايه موثوك به السؤال رقم ثلاثة اعطي مثلا عن موقف يمكنك فيه استخدام لغة رسمية نركز في كلمة ايه لغة رسمية عند التواصل عبر الانترنت وموقف اخر يمكنك فيه استخدام لغة غير رسمية وبعايز هنا موقفين موقف استخدم فيه لغة رسمية عند التواصل وموقف عدم استخدام لغة ايه لغة رسمية او نستخدم فيه لغة غير رسمية الموقف الاول استخدام لغة رسمية عندما تتواصل مع زميل لا تعرفه جيدا انا فيه زميل ليه ما اعرفهش كويس انا استخدم معه لغة ايه لغة رسمية طيب الموقف الاخر استخدام لغة غير رسمية عند الكتابة الى صديق او احد افراد الاسرة يعني لو صديق لي مقرب أستخدم لغة غير رسمية لو أحد أفراد الأسرة بابا وماما أي حد من أفراد الأسرة أستخدم لغة غير رسمية وبانا كده هوت عرفت أستخدم اللغة الرسمية إزاي أو إمتا وأستخدم اللغة الغير رسمية إمتا السؤال رقم أربع ما وجه الاختلاف بين محركات البحث المتخصصة ومحركات البحث العامة أولا محركات البحث العامة ممكن تقودك إلى صفحات غير موثوقة أو ربما أسوأ من ذلك إلى صفحات غير آمنة دي محركات البحث اللي هي إيه؟ أما محركات البحث المتخصصة فهي تقودك إلى صفحات موثوقة صفحات إيه؟ موثوقة السؤال رقم خمسة ما هو الموقع الإلكتروني التجاري؟ وما هو الموقع الإلكتروني غير التجاري؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ وعايزين نعرف إيه هو الموقع الإلكتروني التجاري والغير تجاري؟ أولا المواقع التجارية هي التي تقوم ببيع المنتجات أو تقديم الخدمات ولكن ليس بالمجان بالمواقع التجارية أما المواقع الغير تجارية فهي توفر المعلومات أو التوعية حول مسألة ما بدون مقابل السؤال رقم ستة ما تعريف خاصية المجمعات في مايكروسوفت إيج؟ وماذا يمكنك أن تضيف إليها؟ هو عايز يعرف خاصية تعريف خاصية المجمعات في مايكروسوفت إيج وماذا يمكنك أن تضيف إليها؟ أولا تنظم خاصية المجمعات في مايكروسوفت إيج البحث في مكان واحد وعلى أجهزة مختلفة يبا دي ده دحس في مكان واحد وعلى أجهزة إيه؟ مختلفة طيب ممكن أضيف إيه؟ ممكن إضافة مقاطع فيديو أو إيه أو صور السؤال رقم سبعة كيف تبحث عن الإنترنت عبر الإنترنت عن متحف إلكتروني فيما تستخدمه؟ أولا إحنا عارفين أن المتحف الإلكترونية أحد المستحززات التكنولوجية الجديدة التي ظهرت كوسيلة إيه؟ كوسيلة تعليمية يستخدم المتحف الإلكتروني في جمع المعلومات يعتبر هو كوسيلة تعليمية وفي جمع إيه؟ جمع المعلومات السؤال رقم تمانية وضح متى يمكنك التواصل مع معلمك باستخدام الاتصال المتزامن ومتى يمكنك التواصل معه باستخدام الاتصال الغير متزامن يبقى إذن بيقولي وضح متى يمكنك التواصل مع معلمك باستخدام الاتصال المتزامن ومتى يمكنك التواصل معه باستخدام الاتصال غير المتزامن أستطيع أن أتواصل مع معلمي باستخدام الاتصال المتزامن عن طريق محادثة فيديو عندما أكون محتاج للمساعدة فورا طيب متى يمكنك التواصل معه باستخدام الاتصال غير متزامن أقول يمكن أن أن أتواصل معه باستخدام الاتصال غير متزامن عندما لا أكون محتاجا للمساعدة فورا أو حالا ده الفرق بين إيه إمتى أتواصل معي باستخدام الاتصال متزامن أو إمتى أتواصل معه باستخدام الاتصال غير متزامن التفكير الناقض فكر وأجب 1. كيف جعلك ما تعلمته في المحور الثالث مواطنا رقميا أفضل أنت تعلمت حاجات كتيرة في المحور الثالث ده كيف جعلك مواطنا رقميا أفضل طبعا أقول إيه من الممكن استخدام الإنترنت لمساعدة الآخرين وكذلك للمساهمة في أنشطة اجتماعية طيب السؤال رقم 2 هل تشعر أنه من غير الأخلاقي أن ينشر مسؤول الشركات تعليقات وتقييمات يعني ممكن واحد مسؤول في الشركة بيعمل تعليقات أو تقييمات بوسطة أفراد أسرهم وأصدقائهم هل دوت من الأخلاق ولا غير أخلاقي ولماذا يعني مثلا الشركة معينة بتعمل تعليقات أو تقييمات على منتج معين وتقوم ناس أو بتجعل أحد أفراد الأسرة أو أحد الأصدقاء يقوم بتقييم هذا المنتج هل ده أخلاقي أم غير أخلاقي طبعا أقول له إيه هذا غير لائقا هذا غير إيه لائقا ليه لأن لأن التعليقات أو التقييمات وهمية للترويج لمنتجات الشركة يبقى عشان يروج منتجات الشركة طبعا دي تعليقات وتقييمات إيه وهمية لأنه ممكن ما يكونش يجرب إيه يجرب هذا المنتج أو طبعا ممكن العاطفة بتاخده على أساس إنه هو أحد الأصدقاء أو أحد أفراد إيه في الأسرة فبالتالي عايز يسوق هذا المنتج فيكتب تعليقات ويكتب تقييمات وهمية وهمية السؤال الرقم ثلاثة اشرح كيف يمكن أن تساعدك المصادر الرقمية المختلفة عند البحث في موضوعات مدرسية يعني المصادر الرقمية ممكن تساعدك في البحث عن موضوعات مدرسية اشرح إزاي أولا إذا أردت كتابة بحثا عن موضوع ما فعليك الكتابة على محرك إيه محرك البحث باستخدام الكلمات المفتاحية ستجد الكثير من المواقع التي تتحدث عن هذا الموضوع يعني أنت لو عايز تتكلم عن موضوع أو تعمل بحث عن موضوع مدرسي يبا هتكتب على أي محرك بحث أنت عايز تكتب عليه وطبعا هتكتب الكلمات المفتاحية لهذا الموضوع فبالتالي هيجي لك الكثير من المواقع طبعا هذه المواقع تتحدث عن هذا الموضوع اللي أنت عايز تعمل فيه بحث يبا إذن المصادر الرقمية ساعدتك عند البحث في موضوعك المدرسي السؤال الرقم السؤال الرئيسي فكر وإيه وأكمل بعد دراسة هذا المحور أعرف أن بإمكاني استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتواصل مع إيه؟ مع الناس في جميع أنحاء العالم لأن أولا تعلمت كيفية انتقاء الإسلوب اللازم للتحدث ده رقم إيه؟ رقم واحد رقم اتنين أنا عرفت أن هناك مواقع تجارية ومواقع غير إيه؟ غير تجارية كمان المواقع الأكترونية المفيدة والضارة كمان عندي إيه؟ كيفية إنشاء محتوى وكيفية استخدام الكلمات المفتاحية للبحث عبر الإنترنت النشاط رقم خمسة ابحث وابتكر وبين ابحث عن شخص مشهور أنت معجب به ما الذي يجعل هذا الشخص جديرا بالإعجاب؟ إيه اللي بيخليك معجب بهذا الشخص يعني؟ استخدم بحثك لإنشاء عرض تقديمي باستخدام أدوات مايكروسوفت 365 وأعرضه على زملائك في الفصل ضمنه العناصر التالية أول حاجة اسم الشخص المشهور الذي اخترته يعني أنت هتختار مين بالزبط؟ هختار مثلا وليكن مجدي الدكتور مجدي يعقوب تمام؟ يبقى أن هكتب اسم الشخص طيب ما يفعله هذا الشخص؟ الشخص ده بيعمل إيه؟ يبقى أنا هكتب بيعمل كذا وكذا وكيعمل مثلا عمليات جراحية للقلب للأطفال ومثلا مفتتح معهد القلب في أسوان إلى آخرة أو مستشفى للقلب في أسوان إلى آخرة كمان ثلاثة حقائق عن هذا الشخص أنت طبعا هذا الموضوع أنت لك مطلق الاختيار بس إحنا بنوضح لك الحاجات اللي أنت ممكن تعملها ثلاثة حقائق عن هذا الشخص لازم تكتب ثلاث حقائق عن هذا الشخص وإنجازات هذا الشخص الشخص ده عمل إيه؟ إنجازاته إيه؟ طبعا بيقول إدع زملائك في الفصل لمشاهدة عرضك التقديمي بكده حبيبي ننتهي من حل مراجعة المحور الثالث من الكتاب المدرسي صفحة 42 و43 بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر